العيد أحياه اللبنانيون ولسيما الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي على أمل أن يحمل قيامة لبنان وخصوصا جنوبه الذي يواجه عدوانا إسرائيليا لا يستريح صبيحة يوم العيد استفاقت ميس الجبل الحدودية على مجزرة إسرائيلية حقيقية ذهبت ضحيتها عائلة شهيدة هي الأب والأم وولداهما المجزرة ارتكبت عندما أغارت طيران الحربي المعادي على وسط البلدة بينما كان بعض الأهالي يتفقدون منازلهم ومحلاتهم التجارية وأثار الاعتداءات المتواصلة منذ سبعة أشهر وما إن اقترف العدو هذه الجريمة حتى ساد استنفار كبير في الشمال الفلسطيني المحتل خشية قيام المقاومة بالرد وهذا ما حصل إذ وجهت عشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا على مستوطنة كريات شمونة واشتولة والزعورة ما أدى إلى إصابات وأضرار في المباني والسيارات فيما انقطع التيار الكهربائي في المستوطنة في قطاع غزة لم يتبدل المشهد مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الثامن فيما العين حاليا على القاهرة حيث تجري مفاوضات صعبة حول وكف لإطلاق النار يشمل تبادلا للأسرة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وتحرص المصادر المصرية على بث أجواء تفاؤلية رغم عصي العراقيل التي يضعها بنيمين تنياهو في عجلات المفاوضات لغايات شخصية أولها حماية رأسه ومن هذا المنطلق قرر صحفيون إسرائيليون فتحه وتعريت لعبته الرامية إلى عرقلة الصفقة على ما أفادت صحيفة جيرالزين بوست وفيما تؤكد حركة حماس أنها لن توافق على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف العدوان يسوق الجانب الإسرائيلي أنه لن ينهي الحرب وأنه ملتزم بغزو رفح ما يعزز موقف المفاوض الفلسطيني بضرورة حصوله على ضمنات وتوضيحات تحميه من غدر الصهائنة وفيما تجري جولة أخرى من المفاوضات في القاهرة اليوم قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي يشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في جامبيا إن احتمالية وقف الحرب في غزة زادت اليوم قليلا أكثر من السابق وعزى هذه الإمكانية إلى الجهود وضغوطات الرأي العام في الساحة الإقليمية والدولية على الكيان الصهيوني ترجمة نانسي قنقر